أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة مدارس فرجينيا الدولية الصف الثاني الثانوي مع درس جديد من دروس النحو توكيد الفعل بالنون أولا توكيد الفعل الماضي بالنون طبعا الفعل الماضي يمتنع توكيده بالنون لأنه فعل حصل وانتهى ولا يمكن توكيده الماضي بأي نوع من أنواع التوكيد ثانيا توكيد الفعل الأمر بالنون إن توكيد الفعل الأمر بالنون جائز لا واجب ولا ممنوع جائز كأن أقول احرص على صداقة المخلص أو أقول احرصن على صداقة المخلص اسعى في الخير اسعين في الخير طبعا حرف العلة المحذوف يرجع إلى مكانه قبل التوكيد فلا أقول اسعى في الخير هذا بالنسبة للماضي والأمر أما بالنسبة للمضارع فإنه يحمل ثلاثة أحكام للتوكيد بالنون إما أن يكون واجبا أو جائزا أو ممتنعا الحكم الأول وجوب توكيد المضارع بالنون الفعل المضارع يجب توكيده إذا اجتمع فيه أربعة شروط عند تحقق الأربع شروط مع بعض يجب التوكيد بالنون الشرط الأول أن يكون المضارع جوابا للقسم ورب الكعبة هذا قسم جوابه لأجتهدا إذن هذا جواب القسم ثانيا أن يكون متصلا بلام القسم والله لا يتحققن أمل المجتهد لا أقول والله لا سوف يتحققن لا لازم اللام تكون متصلة ملتصقة بفعل المضارع اللي هو يأتي بعد القسم تماما ثالث شرط أن يكون مثبتا تالله لا أكيدا ولا أقول تالله لن أفعل إنما يجب أن يكون مثبتا والشرط الأخير أن يدل على الاستقبال بالله لنرجعنا حقوقنا مستقبلا لكن لا أقسم على شيء حصل وانتهى إذن أربعة شروط هي شروط وجوب توكيد المضارع بالنون الشرط الأول أن يكون جوابا للقسم هو اللي بيقسم عليه الشرط الثاني أن يكون متصل بلام القسم مباشرة أن يكون مثبتا غير منفي وأن يدل على الاستقبال لأني أؤكد ما سيحصل ولا أؤكد ما حصل هذا الوجوب أما الجواز إذا سبق المضارع بما يدل على الطلب كلام الأمر لينفق القادر ممكن أقول لينفقنا القادر أنا حر هذا جواز أو النهي لا تصاحب لا تصاحبن الأشرار أو الاستفهام أتبحثن أو أتبحث عن التفوق أنا حر بهذا التمني ليت السلام يسودن أو يسود العالم ثم بعد ذلك العرض ألا تساعدن هذا العرض شبه الأمر لكن بصيغة أخف أنا أطلب بصيغة مؤدبة ألا تساعدن ثم الترجي لعل محمدا يتفوقا أو يتفوق هذه الست بنود أو الست أجزاء كلها تدل على الطلب الأمر لام الأمر النهي الاستفهام التمني العرض الترجي كل هذا يدل على الطلب فإذا سبق المضارع بما يدل على الطلب جاز توكيده بالنون وجاز عدم التوكيد بالنون أيضا أنت على الخيار في هذا طبعا هذه النون كثيرا ما تدخل على الشرط المسبوق بما زائد إن ما تخافن هي إن ما إن ما تعرضن هي إن ما وهنا طبعا ورد التأكيد أيضا وهذه المعلومة ليست في المقرر المطلوب منك لكن للفائدة أما عن امتناع تأكيد المضارع بالنون فأنه إذا فقد شرطا من شروط الوجوب أو شرطا من شروط الجواز فقد منع كأن تقول والله لأذاكرن دروسي الآن إحنا أيلين يدل على الاستقبال إذن ما فيش توكيد كأن تقول والله لسوف أذاكر دروسي إحنا أيلين اللام متصل بالفعل هنا فصلت بينهما السوف كأن تقول والله لن أذاكر إحنا قلنا مثبت وهذا من في كل هذا خلاف شروط الوجوب وبالتالي يصبح التوكيد بالنون ممنوعا المسلم يشكر ربه هنا لا يوجد قسم ولا يوجد طلب أيضا فلا الجواز ولا الوجوب موجودون إذن فالحل أن يكون ممنوعا من التوكيد بالنون خلاصة ما وصلنا إليه الماضي يمتنع توكيده الأمر يجوز توكيده المضارع يجب توكيده أو يجوز أو يمتنع يجب إذا كان جوابا للقسم متصلا بلام القسم مثبت ودال على الاستقبال يجوز إذا سبق بما يدل على الطلب لام الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو العرض أو الترجي ويمتنع إذا فقد شرطا من شروط الوجوب أو الجواز سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى اللقاء